موسيقى قال الكراملن ان حلف النيتو بقيادة الولايات المتحدة يظهر عداءه لروسيا كل يوم وبات منخارطا على نحو متزايد في الصراع باوكرانيا وقال المتحدث باسم الكراملن دماتري باسكوف ان الحلف يبدل قصار جاهده لجعل مشاركته في الصراع باوكرانيا واضحة قدر الامكان وقالت روسيا ان امداد دول حلف شمال الاطلنطية اوكرانيا باسلحة يؤدي الى اطالة امد الصراع ورفع احتمال زيادة التصعيد قالت المتحدثة باسم وزارات الخارجية الروسية ماريا زخاروفا ان الولايات المتحدة تعمل على تدمير اوكرانيا وابادة شعبها اضفت زخاروفا ان مسؤولين امريكيين يدفعون نظام كييف الى تكثيف الاعمال القتالية كانت زخاروفا قد اكدت في وقت سابق ان المساعدات الغربية المتزايدة لكييف ان تستثمر في خدمة الشعب الاوكراني الذي تتم التضحية من اجل طموحات الجيو السياسية للغرب واطماع القيادة الاوكرانية قال رئيس الاركان المشترك لمنظمة معاهدة الامن الجماعي ان الولايات المتحدة الامريكية تستخدم كييف كبش فداء واداء في حربها بالوكالة ضد روسيا واضف ان اوكرانيا تمارس بنجاح دورها الذي حدده لها السيناريو الغربية كنقطة تمركز للعداء الغربي ضد روسيا واضح ان امداد الغرب المستمر لاوكرانيا بالاموال والاسلحة ومختلف انواع المعدات العسكرية يهدف الى جاري اوكرانيا نحو فجوة ديون هائلة ومحاولة تحقيق روسيا لاهدافها من العملية العسكرية الخاصة يذكر ان منظمة معاهدة الامن الجماعي تضم حاليا روسيا وبلاروسيا وارمينيا وكازغستان وقرغزستان وطاجكستان قال وزير الدفاع الامريكي لويد اوستن ان حلف شمال الاطلنتي الناتو متحد في مواجهة روسيا اكثر من اي وقت مضى واكد اوستن خلال اجتماع وزراء دفاع الحلف ببريكسال لا تعزيز الدعم العسكري لاوكرانيا من خلال تدريب جنودها على الاسلحة الجادية لافتا الى انه زيدي من تقديم الدعم لاوكرانيا على المدى البعيد كما شدد وزير الدفاع الامريكي على ضرورة تحقيق كل وعود الدعم التي حصلت عليها كياب كشف الامين العام لحلف شمال الاطلنتي الامريكي كشف الامين العام لحلف شمال الاطلنتي يانسي ستولتنبرغ عن تعهد الحلفاء بتزويد اوكرانيا بالمدفعية والعربات المدرعة والدبابات وانظمة الدفاع الجوي يأتي هدف حين تبحث الدول الاعضاء في حلف شمال الاطلنتي سبل تسريع شحناتها من الاسلحة والدخائر الى اوكرانيا خلال لقاء في بريكسال ستتم خلاله مناقشة تزويد كياب بالطائرات المقاتلة أفادت وكالة بلومبيرغ أن حلف النيتو يعمل على تطوير خطة للانخراط في عدة صراعات متزامنة في دول تقع خارج نطاق صلاحياته ومسؤولياته وفقا للوكالة فإن الوثيقة السرية التي سيوقعها وزراء دفاع حلف النيتو خلال اجتماعهم اليوم وغدا ببروكسال ستتضمن خطة عمل مدروسة في حالة مشاركة دول الحلف في صراعات محتدمة تستند إلى التزامات الدفاع المشترك بين الدول الحلف بموجب المادة الخامسة من نثاق المنظمة وكذلك في حال انخراطهم في صراعات تقع في مناطق خارج مسؤولية الحلف قال وزير الدفاع الألماني إن بلاده قد وقعت عقودا لاستئناف انتاج الدخيرة لمدافع جيبورد المضادة للطائرات التي سلمتها لكييف وأضاف أن ألمانيا ستبدأ سريعا في انتاج الدخيرة في راينيبتال وكانت برلين تحاول منذ شهور العطور على دخيرة جديدة للمدفع المضاد للطائرات ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر ووفقا لتقرير الوكالة السنوية فإنه في العهد السوفيتي كانت السفن الحربية تابعة للأسطول الشمالي تبحر بانتظام بأسلحة نووية تكتيكية لكن لم تعرف مثل هذه الحالات منذ الحرب الباردة وقال التقرير إنه بعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا ازدادت أهمية الأسلحة النووية بالنسبة لروسيا بشكل كبير أدرج الاتحاد الأوروبي روسي على قائمته السوداء للملادات الضاربية في وقت تقضع فيه موسكو لعقوبات اقتصادية على خلفية الأزمة الأوكرانية كما أدرج الاتحاد الأوروبي أيضا جزر برجين البريطانية وكوستاريكا وجزر مارشال كذلك على هذه اللائحة التي باتت تتضمن 16 كيانا بعد شطب مقدونيا الشمالية وبربادوس وجمايكا وأورغوي منها